اشتركوا في القناة كان رايح بتعادل سلبي وركبات الترجيحية اللي كان ممكن تصنع الفارق لكن بودلاء الألمان هن اللي صنعوا الفارق شورلي البديل الأول ومن ثم قودزي اللي سجل الهدف تمريره منه وسجل قودزي وخلص على أمال الأرجنتين وفي اللقاء كان الفاينال كلكت لثالث مرة بيكون بيناتهم في نهاية كأس العالم آخر مواجهة بيناتهم كانت بنهاية كأس العالم تسعين وفازت ألمانيا واحد صفر وبداية الأخيرة كمان لا أستغل القصة مبارك للجمهور الألمان بكل حيادية الألمان بيستحقون ومباركون وموجهون تهنئة على هالمنتخب الرائع اللي عندهم ألمانيا عنده جيل من سنوات عم بينافس على بطولات كأس العالم بطولة أمم أوروبا ونفس كان مركز وصيف من آخر أربع بطولات هو بالدور نصف النهائي كان مركز ثالث ثاني والآن عم بيكون بطولة طيب شو سر معا بتفوق الألمان بالسنوات الأخيرة؟ بالفعل رزان ثانكيو عن السؤال سؤال وجيه لأنه الألماني التحاد الألماني سنة الألفين كان فيه إخفاق للكرة الألمانية ببطولة أوروبا اجتمعوا مع بعض وبيشكل سريع حطوا كتير نقاط مننا يواكبوا التطور يلي كان عند الكرة الفرنسية الكرة الأفريقية الألمان قديش شعب متطور لكن بيتعلم من الآخرين وما عندهم أي عقبات ولا أي مشاكل وبنعوا على النجاح نجاح باختصار ألمانيا أكتر بلد في العالم تستفيد من العلوم شتى وكافة الفيزياء الجغرافيا الهندسة الفراغية كلها توظف بكرة القدم تصول بالفعل لذلك مزجوا العلوم كلها بكرة القدم وانعكس نجاحه على المنتخب الألماني بكل سرور بسمعنا الأخبار الرياضي عندك اليوم ألا فيكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بأخبار رياضة من جولة الصباح توجه المنتخب الألماني للمرة الرابعة في تاريخه ببطولة كأس العالم لكرة القدم وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء فبعد لقاء متكافئ انتهى الشوطين الأصليين بالتعاجل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد ماريكانا في ختام المونديال البرازيلي وفي الدقيقة الثانية عشر بعد المئة من الشوط الثاني الإضافي تمكن أخيرا المنتخب الألماني من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد عرضية من البديل أندري شورلي روضها البديل الآخر ماريو جوتزو لطريقة رائعة قبل أن يسددها داخل الشباك أما فيما يتعلق بجوائز اللاعبين فقد حصل مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في المونديال واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في البطولة بقرار أثار استغراب الكثيرين لا سيما بأن لاعبين أمثال الهولندي روبين والألماني مولر كانوا أجدر بها نظرا لتألقهما اللافت وعلى جانب آخر فقد حسم خيمس رودريغيز مهاجم كولومبيا لقب هداف البطولة برصيد ستة أهداف ودائما مع المونديال حيث أعلن المهاجم البرازيلي فريد اعتزاله اللعب دوليا بعد خيبة خروج بلاده من نصف نهاء المونديال بنتائج سيئة وتاريخية وتعرض فريد لانتقادات كبيرة حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في مشاركته بكأس العالم وبخصوص ذلك فقال بالنسبة لي لقد انتهى مشواري مع المنتخب البرازيلي لم نكن جيدين في آخر مبارتين لكن الانتقادات يجب أن تنصب على كامل المجموعة وليس فقط على لاعبين محددين ومننتقل معكم مشاهدين مشاهدة باقة من الأخبار الرياضية المنوعة في سياق التقرير التالي وجه لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم اعتذارا شديدا إلى مشجعي الفريق واعترفوا بأن ليس لديهم ما يقولونه بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم والتي أنهاها الفريق في المركز الرابع بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة قال مدرب هولندا لويس فانغال إن عودة فريقه بالمركز الثالث في كأس العالم أثبت وجود أكثر من طريقة للعب وقدمت هولندا تحت قيادة فانغال أسلوبا يعتمد على الدفاع بشكل أكبر وهو ما يختلف كثيرا عن طرق أغلب المدربين وأضاف فانغال يجب أن يعمل المدرب بناء على إمكانيات تشكيلته وهذا ما نجحنا فيه بعيدا عن حقيقة إننا لم نفس باللقب أصبح منتخب هولندا أول منتخب في التاريخ يستخدم اللاعبين الثلاثة والعشرين في بطولة كأس العالم المدرب فانغال استغل تقدم فريقه بثلاثة أهداف في الوقت بدل الضاع عمام البرازيل ضمن مباراة المركزين الثالث والرابع ليدفع بالحارس الاحتياطي الثالث بدلا من الأساسي سيليسين ليستخدم بالتالي كل اللاعبين الذين استحابهم معه إلى كأس العالم أقرى نجم المنتخب الكولومبي وموناكو الفرنسي خيميس رودريغيز برغبته بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني معتبرا أن ذلك سيكون أمرا مشرفا ويرتبط انتقال رودريغيز برحيل المحتمل للأرجنتيني أنخل دي ماريا غير أن لاعب الوسط الكولومبي حرس على التأكيد أن مصيره مرتبط بقرار ناديه وصيف الدور الفرنسي شكرا لك وللأخبار الرياضية الحلوة التي أعطيتناها لليوم شكرا لك